أهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام في فقراتنا حديث المونديال التي نستهلها من موقع القدس العربي الذي عنونا ميسي ضد مودريتش معركة رد الكرامة وحبس الأنفاس حيث تتوجه أنظار المليارات من أهل الأرض نحو ملعب لوسيل بعد مساء اليوم لمشاهدة القمة الأوروبية اللاتينية التي ستجمع آخر وصيف لكأس العالم للمنتخب الكرواتي بالبطل السابق في مناسبتين المنتخب الأرجنتيني لتحديد ومعرفة هوية المحظوظ الأول بالحصول على تذكرة العودة إلى نفس التحفة المعمارية يوم الأحد المقبل أملا في التقاط السور التذكارية مع المونديال في يوم العيد الوطني للدولة المنظمة قطر ويعرف المتابع البسيط قبل خبراء التحليل يقول المقال أن مباريات كرواتيا في مراحل خروج المغلوب لا ينصح بمشاهدتها لأصحاب القلوب الضعيفة بسيناريوهات تفوح منها الإثارة والتشويق آخرها العودة من بعيد أمام البرازيل في مبارة كانت يعتقد أن 99% من المشاهدين أنها قد انتهت وحسمت عمليا لكن كان عكس ذلك تماما إلى موقع عربي 21 الذي عنونا تقارير فيفا يتخذ قرارا بشأن الحكم لاهوز المثير للجدل في المونديال حيث ذكر التقارير الصحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر استبعاد الحكم الإسباني المثير للجدل أنتونيو ماتيو لاهوز عن البطولة أو بطولة كأس العالم قطر 2022 وأدار ماتيو لاهوز مباراة ساخنة ونارية بين الأرجنتين وهولندا في ربع النهائي انتهت بانتصار رفاق ليونال ميسي بركلات الجزاء الترجحية لكن تبعها الكثير من الشكاوى بسبب التحكيم وخلال اللقاء فقد لاهوز السيطرة تماما وحطم رقما قياسيا مندياليا بمنح 15 بطاقة صفراء في مباراة شهدت شجارات كثيرة بين اللاعبين وأجواء مشحونة جدا وكان ميسي من أبرز المنتقدين للاهوز بعد اللقاء وبشكل عالني غير متعارف على النجم الأرجنتيني موقع السيانان عربي عنونا هل يحطم مونديال قطر الرقم القياسي التهديفي لبطولات كأس العالم حيث تقترب هذه النسخة من تحطيم الرقم القياسي التهديفي الخاص في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وينتمي الرقم القياسي إلى مونديال فرنسا عام 1998 ومونديال البرازيل 2014 وكلاهما شهد تسجيل 171 هدفا ويفصل مونديال قطر عن الرقم القياسي 13 هدفا ويحتاج حتى يكون الأكثر تهديفا أن تشهد المباريات الأربعة المقبلة تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة واستعرض المقال ترتيب أفضل خمسة نسخ في المونديال حسب عدد الأهداف المسجلة وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أولها فرنسا عام 1998 والبرازيل 2014 ب171 هدفا تليها روسيا ب169 هدفا وبعدها كوريا الجنوبية واليابان ب161 هدف ورابعا ألمانيا ب147 هدفا وآخرها نسخة إسبانيا في عام 1982 ب146 هدفا إلى موقع الجزيرة الذي عنونا البرازيليون لم يستقبلوا منتخب بلادهم بالحجارة بعد الخروج من كأس العالم حيث تدولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا مرفقا بتعليقات بشأن تعرض منتخب البرازيل لهجوم بالحجارة لدى عودته إلى بلاده عقب خروجه من كأس العالم وخارج منتخب البرازيل من ربع نهاء كأس العالم بعد الخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح يوم الجمعة الماضية وانتشر مقطع مرئي يظهر تعرض حافلة للرشق بالحجارة من طرف بعض الأشخاص وادعى عدد من المغردين أن الحافلة كانت تنقل لاعبية المنتخب البرازيلي بعد عودتهم من كأس العالم ووفقا للبحث الذي أجرته وكالت سند للتحقق الإخباري فإن المقطع قديم ولا علاقة له بالمنتخب البرازيلي إذا نشر عبر منصة اليوتيوب منذ ثلاث سنوات ختاما بموقع الشرق القطرية الذي عنونا شباب قطريون يعلمون الأوروبيون تعديل الكشخة والشيلة حيث من منطلق التعريف بالثقافة القطرية والعدات والتقاليد بدر مجموعة من الشباب القطري من الجنسين بارتداء اللباس التقليدي يقول المقال الثوب والغطرة والعقال والنساء البطولة والعباء والتجول بمناطق التجمعات التي يتواجد بها جمهور كأس العالم وذلك تعريفا بزيهم التقليدي وتعبيرا عن افتخارهم واعتزازهم به في أي وقت ومكان ما دفع البعض إلى التقاط الصور التذكارية مع هؤلاء الشباب الذين يتزينون بلباسهم بل وأثروا في جمهور العالم الذي أصبح اليوم يعرف لباس التقليدي ويرتديه فيما بينهم ويضيف المقال شباب يقومون بتعديل الكشخة أو كشخة الجماهير الأوروبية والنساء يقومون بتعديل الشيلة للنساء الأوروبيات بعد ارتداء العباء إلى الفاصل